اقبلوا كل شيء ولذلك فإن من طوابط الانفتاح أولاً أنه لا يجوز أن يكون على حساب الدين والأحكام الشرعية وعقيدة الإسلام وكذلك في مسائل العلوم التي تأخذ لابد أن يكون عند آخذها علم شرعي يميز به بين النافع والضار أما أن يكون حاطب ليل فهذا يفسد أكثر مما يصلح والحكمة ضالت المؤمن أن وجدها أخذها لا يضيره من أي وعاء خرجت ولذلك فإن المسلم واسع النظر يأخذ النافع وإذا أخذ يكون مستبصراً بصيراً لا يأخذ كل ما أدبر وأقبل لابد من تمييز وتمحيص وعندما أخذ بعض المسلمين الفلسفة الإغريقية وقبلوها كما هي كل شيء تزندق بعضهم ألحد بعضهم كفر بعضهم ولذلك خرجت عبارة من تمنطق فقد تزندق وتقارن بين ثلاث أنواع من الشخصيات المسلمين في قضية التعامل مع علم المنطق كعلم وافد على المسلمين حصل من جراء الانفتاح فعلى سبيل المثال تأخذ شيخ السلام بن تيمية نموذجاً والغزالي نموذجاً والفارابي بن سينة ونحو هؤلاء نموذجاً آخر فأما بالنسبة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فإنه قد دخل دخول المستبصر صاحب العلم الغزير والذهن الوقاد والانتباه والبصيرة والذكاء الحاد فلم يتلطخ بهذا ولم يفسد عليه شيئاً من دينه وإنما نظر فيه بعين الشرع الثاقبة فرد على أهل المنطق وبين باطلهم بعدما اطلع على كلامهم وكتبهم وأنت تجد في نقض المنطق ودرء تعارض العقل والنقل ونحو ذلك من كتب شيخ الإسلام العجب العجاب في الرد عليهم بينما تجد الغزال على سبيل المثال لما دخل في علم المنطق والفلسفة ضاع حصل عنده ضياع فاكتشف أشياء من باطله ومرت عليه أشياء وخفيت ولذلك يقول ابن العربي كلمته المشهورة شيخنا أبو حامد الغزال ابتلع الفلاسفة فأراد أن يتقيأهم فما استطاع ولكن نرجو له نهاية خير لأنه مات والبخاري على صدر رحمه الله بينما نجد النموذج الثالث الكندي والفارابي وابن سينة وابن رست وابن رشت يقول الشهرستاني في الملل والنحل عن هؤلاء قد سلكوا كلهم طريقة أرسط في جميع ما ذهب إليه وانفرد به قد سلكوا كلهم طريقة أرسط في جميع ما ذهب إليه وانفرد به سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأي أفلاطون ومنهم من كان يفضل الفيلسوف الكامل على النبي كالفارابي في الحقيقة أن هذه الشخصيات الضالة المضلة كالفارابي الذي كفره الغزالي نفسه في كتاب المنقذ من الضلال الفارابي الذي تسمى به اليوم بعض منشآت المسلمين تتلمذ على النصارى والوثنيين الفارابي لقي متب ابن يونس صاحب المنطق فأخذ عنه وسار إلى حران فلزم بها يوحن بن جيلان النصراني وكان الفارابي مغنياً بارعاً في ضرب العود وبلغ من الإلحاد عندهم إذا انتقلنا إلى شخصية أخرى وهو الكندي هم بأن يعمل شيئاً مثل القرآن فبعد أيام أذعن بالعجز وأبن سينة ضاع في هؤلاء واعتنق أموراً من الإلحاد والزندقة وألف في مذهب إخوان الصفا من العقيدة الباطلة وكان يقول بإمكان تحصيل النبوة بالرياضة ممكن أي واحد يصبح نبي برياضات وتمارين معينة هذا المذب بن سينة وله في معادات النبوات كلام عظيم خطير رد عليه شيخ السلام تيمية رحمه الله في كتابه النبوات وفي غيره وبيّن الضلال بن سينة وما عرفوا عنه اليوم إلا أشياء من الطب يضربون بها المثل في تقدم المسلمين أو في علماء المسلمين فما الفائدة إذا كان الطبيب لكن زنديق طبيب لكن منحرف إلى ملل الكفري غارق في مهاوي الإلحاد مصادم للكتاب والسنة أنت ترى الآن في النماذج الثلاثة المعروضة من كان نقياً لما انفتح وكيف أخذ وماذا أخذ وبين من تلوث وبين من كان غارقاً في الضلال ترجمة نانسي قنقر